هل يبدو ما تراه زهرة أو نبتة؟ بالطبع لا إنه سرعوف الأوركيد فرس النبي صائد الذباب وعدو السحالي شكله يخدع كل من يراه يوجد منه ما يشبه أوراق الشجر أو الزهور ومنه ما يشبه الجرات وعروق النباتات وتتكون عين السرعوف من ألف عينية ويتمتع بحدة بصر عالية تمكنه من فحص الفريسة يعتبر السرعوف العدو الأول للذباب والحشرات تصدر منه رائحة تشبه رحيق الأزهار مما يجعل فريسته تأتي إليه بنفسها يتغذى السرعوف على الحشرات والحيوانات الحية فقط كالدبابير والعناكب والنمل والحشرات مفصليات الأرجل وأيضا يتغذى على الأسماك والثعابين والضفاضع والطيور الصغيرة تمتلك حشرة السرعوف أيدي أمامية مليئة بالأسنان التي تمكنها من الإمساك بالفريسة واكتشافها وفي عائلة السرعوف ظاهرة غريبة حيث تلتهم الأنثى الذكر بعد التزاوج ينقض على خصمه أو فريسته بطريقة شرسة جدا رغم لطافة مظهره وجماله إلا أنه يعتبر من المفترسات الشرسة ويمكنه القضاء على خصمه بسرعة رهيبة وجوده في الطبيعة وفي حياتنا نافع جدا ويعتبر قتل السرعوف جريمة يعاقب عليها القانون لأنه من الحشرات المهددة بالانقراض فهل أصبح لديك طموح بأن تمتلك سرعوف يخلصك من الذباب بعد مشاهدة هذا الفيديو إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة دمتم في رعاية الله